الساعة دلوقتي تمانية حنسي في حضراتكم مع موجز الأهم الأنباء مع محمد عبدو اتفضل يا محمد شكرا منا الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أشهد مؤسس شركة زينوفاك ومديرها التنفيذي وايدون جين بالرؤية المصرية إزاء توطين صناعة اللقاحات في مصر وتحويلها لمركز لصناعة توريد اللقاحات لإفريقيا يذلك خلال لقاء السفير المصري لدى الصين محمد البدري المدير التنفيذي للشركة لدفع الأطر المختلفة للتعاون مع الجانب الصيني فيما يخص توطين صناعة لقاحات فيروس كورونا داخل مصر حيث تطرقت المباحثات إلى الاتفاق على تعجيل إتمام مشروع بناء مستودع للتبريد اللوجستي المركزي بساعة تصل إلى 150 مليون جرعة لقاح وهو المشروع الذي سيساهم في تعزيز قدرات مصر كمركز لإنتاج وتصدير اللقاحات في إفريقيا أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 939 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 325 ألفا و364 حالة وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 821 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها للفيروس بالإضافة إلى وفاة 27 حالة جديدة مشيرة إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد وصل إلى حوالي 391 ألفا و115 حالة من ضمنهم 325 ألفا و364 حالة تم شفاؤها بالإضافة إلى 21 ألفا وتسعمائة حالة وفاة قالت منظمة الصحة العالمية إن انتشار أوميكرون يعود إلى مجموعة من العوامل من بينها الطفرات التي يحملها المتحور وزيادة الاختلاط الاجتماعي وأكدت رئيسة الفريق الفني في وحدة أمراض الطوارئ التابعة للمنظمة أن أوميكرون يتفشى بسرعة كبيرة بين الناس بسبب الطفرات التي يحملها المتحور مشيرة إلى احتمالية أن تتكرر الإصابة لدى من أصيب بالعدوى سابقا ومن تم تطعيمه صنفت السلطات الألمانية مئة دولة كمنطقة عالية الخطورة اعتبارا من غد نتيجة الارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد وأفاد تقرير بثته القناة الأولى الألمانية أن دولا من بينها لوكسنبورغ والسويد وأستراليا والأرجنتين ستكون على قائمة المخاطر مشيرا إلى أن أي شخص يدخل من هذه المناطق ولم يتم تطعيمه أو يتعافى بشكل كامل سيبقى في الحجر الصحي لمدة عشرة أيام أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش اهتمام المنظمة الدولية باستقرار الفترة الانتقالية في السودان وتشجيع الحوار بين كافة الأطراف السودانية لضمان الانتقال السلس الذي يفضي لإجراء انتخابات حرة ونزيهة جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان تم خلاله استعراض تطورات الوضع والجهود التي يبذلها شركاء المرحلة الانتقالية من أجل العبور بعملية الانتقال نحو التحول الديمقراطي قالت الرئاسة الروسية أن الرئيس فلاديمير بوتين أجرى محادثات هاتفية مع نظرائه في منظمة معاهدة الأمن الجماعي خلال اليومين الماضيين لمناقشة الوضع في كازاخستان وأوضح المتحدث باسم الكريملين أن بوتين أجرى محادثات مع رئيس قرغزستان صدير جالباروف والرئيس البيلاروسي أليكزاندر لوكاشينكو والرئيس الطاجكي إمام علي رحمن ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان بالإضافة إلى الرئيس الكازاخستاني قاسم جمارات كوكايف مشيرا إلى أن الرئيسين ناقش الوضع في كازاخستان والإجراءات المشتركة بموجب تفوض المنظمة لمكافحة الإرهاب الدولي وضمان النظام والأمن لمواطني كازاخستان أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن أحداث الحرائق التي شهدتها ولاية كولورادو إشارة لتحذير حمراء لبلاده جاء ذلك خلال زيارة أجراها إلى ولاية كولورادو للقاء ضحايا الكوارث الطبيعية بعد أسبوع على حرائق عنيفة ضمرت قرابة ألف منزل هناك وقال بايدن أن الرياح العاتية بشكل غير معتاد وتأخر وصول الثلوج عاملان أديا إلى تهيئة الظروف لتلك الكارثة انتهى موجز الثامنة عودة مرة أخرى لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يمص